أهلا بكم في واحدة من حلقتنا الممتعة دائماً دائماً النهاردة المعظيف مهم جداً والموضوع مهم جداً بس خلينا أقول لكم إنه برضو في حدث مهم أوكي في فلسطين الحبيبة أول حالتي ولادة لطفلين من أبوين ولد بتقنية الحال المجاري يعني الله ده حاجة جميلة شوف العلم جميل إزاي الأبوين أساساً اتولدوا بالحال المجاري النهاردة الطفلهم موجود في الحياة خلي بالكم إنه ده معناها إن إحنا وصلنا بقى لمرحلة الاطمئنان التام إلى إنه الحال المجاري ليس له أي تأثيرات نقدروا عليها ريموت متأخرة التواجد ريموت يعني كلمة في الطب بتخوف الناس جداً الطبيين ريموت كومبليكيشن إيه هي ريموت كومبليكيشن؟ إنه تقنية ما ندرسها على المدى القريب فما نجدش لها أي مضعفات ولا لها أي مشاكل بس ننتظر على المدى البعيد إيه مشكلة المدى البعيد؟ إنه عامل الزمن هنا مهم قوي إنك بتنتظر إن الناس دول يكبروا ويبقوا أزواج ويخلفوا فنشوف الأولاد بتاعتهم كاملين ما فهمش أي عيوب خلقية ما فيش أي مشكلة خالص على المستوى الجيني على المستوى الكرموزومي كل الأمور المنتبطة يبقى إحنا كده ضمننا إنه ما فيش مضعفات جاية على الريموت كومبليكيشن المضعفات على المدى البعيد الناس اللي في الطب يعني أهل الطب عارفين كواس جداً إنه دراست المشكلات أو مضعفات المتطورة على المدى البعيد هي أصعب أنواع الدراسات عايزة زمن ودراسة وعايزة متابعة ونحن نحتفظ بالحالات دي كن نكتد معنا ونتواصل معهم والمسألة قد تاخد 30 سنة و25 سنة من المتابعة فقصة دي مهمة أوه اللي طبعاً طالب الشراونة ده 67 سنة معركة طويلة استمرت 3 أخوت في سبيل الإنجاب تمكن سنة 97 من إجراء عملية الحال المنجاري ورزق بثلاث توائم وهم محمد طالب الشراونة وشخيقه يحيا وده عام 98 وطبعاً جي بعد كده لاتنين رزقوا بأولاد طبيعيين جداً قصة المهمة دي تخلينا أقول أن سبحان الله العلم بيدي حاجة بفضل ربنا سبحانه وتعالى وربنا سبحانه وتعالى أعتقد أنه من منحه أنه بيكافئ طالب العلم بيكافئ اللي بيصدق العلم لأنه إحنا في عالم الأسباب وربنا دانا المثال لهذا الأسباب أنا عايز أقول لكم يعني ناس اللي لسه بتفكر بتقول لك هو الحق المجاري ده يعني مطابق لإرادة ربنا أكيد مطابق لإرادة ربنا لأن ربنا سبحانه وتعالى خلالة نعتقد أنه إحنا عايشين في حياة الأغز بالأسباب أكبر مثال لك ده سيدنا إيشوقه بعليه السلام لما بتولي لما بدأ يخرج من الاتلاء لما بفكر بقى بعد الصبر إنه يسأل ربنا ربنا سبحانه وتعالى أمره بإنه يضع أرقد برجلك هذا مختسن فارد وشراب ما ربنا كان قادر إنه يقول للأمر كون فيكون بس هو بين لأيوب عليه السلام وعلى نبينا الصلاة والسلام ولكل البشرية أنتم في عالم الأغز بالأسباب فخدوا بالأسباب ده أمر إلهي وده مهم جدا من ينكر هذا يوبا بيخرج خارج النموس الإلهي عكس ما هو معتقد بالعكس ده ما بيمشيش وراء إرادة ربنا اللي بيقول لك يا ابني امشي بالأسباب يعني يا عبدي امشي بالأسباب ده كلام ربنا يا عباده النهار ده بقى حوار ريما تلكم ممتع جدا من عقيمة علمية كبيرة واسم كبير في عالم الحق الميجاري وعالم الأخصاب المساعد وفي عالم النساء والتوليد وعلاج العقم أكيد عند زوجين الاسم الكبير في حيزة المجال الأستاذ الدكتور عادل أبو الحسن الحمل خارج الرحم ده ممكن يودي بحياة الأم لو لم يكتشف بدلي أو إذا اكتشف مؤخرا هيبقى فيه نازيف داخلي جامع جدا ولازم تلحق بقى وتجيب نقل دمه ونقل بلازمه حاجات زي كبير الحق الميجاري هو حمل خارج الرحم حمل خارج الرحم يؤدي أنه حنعمل حق المجهي دورت جدا الحقيقة السمنة بتعمل علاقة وثيقة جدا مع المضايد في حالة تكايف المضايد قصة مسيرة جدا السمنة يعني زيادة معدل كتلة الدهون في الجسد السمنة طبعا لها مخاطر جامدة جدا بداية من البحث عن الإنجاب وتأثيرها على السد وتأثيرها على الزوم عمليات التكميم وعمليات البيباس لتحويل المسار يجب أن لا يحدث حمل قبل سنة إلى سنتين بعد إجراءة مساء هذه الجراحات ولازم طبعا بمشو على فيتامينز فور لايف الأستاذ الدكتور عادل أبو الحسن استشاري أمراض النساء والتوليد وعلاج العقم عند الزوجين استشاري الحقن المجهري وأطفال الأنابيب زميل جماعة كيل للمناظر والجراحات المايكروسكوبية بألمانيا وعضو الجماعية الأمريكية للخصوبة والعقم أسم الله اللي نرحب بضيف العزيز الدكتور عادل أبو الحسن الإسم الكبير وطبعا استشاري الحقن المجهري وأطفال الأنابيب وصحب الدكتور عمرض النساء والتوليد نورتنا وشرفتنا ويعني خطه عزيزة ولو أن خلاص أنت ما بين اسكندريا والقائرة يعني بقيت نص الأسبوع هنا ونص الأسبوع هناك ولا إيه؟ أنا بشكرها جداً يعني مش نص الأسبوع ولا نص الأسبوع هو يومين في القائرة والبيت الزوف الإسكندريا للأصل يعني آه طبعا لكن نوحشتونا جداً والله بأن الحيامود ده يعني ده شرف كبير لنا وإحنا بنتكلم عن الحقن المجهري القصص دايماً أو الكيسز هي اللي بتفرض نفسها بتفرض نفسها القصة القصة لها قيمة ودايماً لغة الناس تختلف عن لغة الأطباء ليهم منطوق في المشاكل صحيح إن إحنا بنحاول إحنا نطرح هذه المشكلات بطريقة معينة لكن خليني النهاردة نطرح مشكلات عديدة بس في سورة كيسز في سورة يعني روايات تمام الكيس الأول منه بتقولك أنا سيدة عمري 24 سنة مهم ما قوي بقى السن وملاحظة بص أنا رجعت كل الكيس كلهم قيلين سنهم يعني إحنا عندنا 24 27 وثلاثين واحدة مش جايبة كيسز وثمانية وثلاثين وثبعة وعشرين دي كل كيسز كل دو جود وثبوندر طب كويس يعني إحنا من ناحية السن بعدها واحدة أهي 38 أهي يا سوزن ما جبتيش سلسة كيسز 24 بتقول هي متزوجها من سنة ونص لم أرزق بأطفال كانت بتعاني من قلة الدورة الشهرية قولي جوم نورية وعدم انتظامنا وكسرة شعر وكسرة سهور الشعر وانتفاخ شديد في البطن وألام في السادي فما الحل وما هي طرق العلق خلي بالكم الكيس دي مهمة في التشخيص على مستوى البطنة والنسة لأن هي ممكن تيجي لدكتور بطنة بنفس الأعراض انتفاخ ألام في السادي شعر زيادة قولا واحدا بي سي او تكاييس مبايد هيرزوتزم وبنسبة البطنة بي سي او برضو واخر بالحضرتك فهي دي قولا واحدا بي سي او تكاييس مبايد على طول تكاييس مبايد دي لها جايد لاينز مهمة جدا دي فيها نفس الأعراض بالزبط كده لازم تبقى واخد بالك كويس قوي ان هي تعمل تحاليل تاني يوم الدورة عشان تؤكد تشخيص تكاييس مبايد والتحاليل دي تخريطة هرمونية معروفة AMH FSH LH براتن E2 والتستوستورون أندرجنز كلها والداهياء والسيكس هرمون باين دين جلوبلين كلهم لازم يتعاملوا تاني يوم الدور بعد كده بنتأكد ان التشخيص ده مظبوط وهو تكاييس مبايد بنبدأ نتعامل معاه بالجايد لاينز اللي هو الاجايد لاينز أنها لازم تاخد ميتفورمن 16 أسبوع زي كلوكوفاج ويسير كلام دا ولازم تقلل وزناها 10% لازم ترعب إيرادة كل يوم نص ساعة 30 ديار كل يوم أو 250 ديار كل أسبوع ولازم تاخد أدوية تنظم لها الدور الشهرية في أدوية كتير غير هرمونية وفي أدوية هرمونية كل حالة على حسب حالتها فده حياة تكاييس مبايد تختلف بقى العلاج لو كانت أنيسة أو لو كانت متزوجة لو كانت أنيسة لها علاج ولو كانت متزوجة زي الحالة اللي معنا بتاخد أول تنشيط بأقراس لمدة 3 شهور ما كانش بتاخد أقراس مع حؤن لـ 3 شهور تانين ما كانش بتزود الحؤن بأحؤن بس 9 شهور تنشيط ده البيوتوكول بتاعها ما حملتش بترجع بعد كده الترقاح الصناعي ما حملتش بترقاح الصناعي بتعمل حق نجه ده باختصار شديد موضوع التكاس تكاس تا الحالة دي اه بتا الحالة اه برضو التكاس بضايد حجم انتشار وقال دي لأنه هو الحقيقة بقى منتشر جدا نظرا لعادات السريعة في الأكر بقى زاد يعني هو أساسا كان منتشر كان منتشر بس زاد أو في البنات اللي هم للاستخدامات العادات الخاطئة في الوجبات السريعة مش عايزة تسمى أسامي يعني لكن كل الوجبات اللي هي الفاست فودز يعني كلها مليانة هرمونات كلها مليانة استروجين فدي بتزود جدا تعرف حركة الكاس وموضة هايبر استروجينيميا يعني يعني هايبر اندروجينيميا فكل الوجبات السريعة فيها اندروجينوم فيها استروجين بيزود جدا كمان الفراخ يعني الموضوع ده أنا مصير عليه جدا الاكثار من الفراخ البيضة والهوت دوكز والحاجات اللي فيها هرمونات الحاجات اللي فيها هرمونات جدا والشيبسيات والكاملة كله اللي هم عايشين عليها كل البنات اللي بيشتغلوا حتى في الشغل طول النهار اللي عاديم بيشتغلوا وبياخدوا حاجات مني دي كارسة كبر الحالة التانية بتقول انها حامل عمرها 27 سنة وأجهضت من 4 شهور بسبب الحامل خارج الرحم هي دوكي حامل بس هي من 4 شهور أجهضت بسبب اكتوبك بريجنسي إزاي يعرف إزا كان حامل خارج الرحم أو داخله للوحد ده سؤال مهم جدا حضرتك إزاي يعرف إزا كان حامل خارج الرحم أو هيبقى خارج الرحم ده من أول زيارة عرفتنا حامل بتعمل تحليل كوانتيت في بيتا اتشي سي جي تحليل حامل رقم وتعيده بعد 48 ساعة إزا الهرمون الدبل هي تتطمن جدا مش تكون خارج الرحم أو لو معدل الزيادة بعد 48 ساعة 66% فيه ما فوق بتتطمن إن شاء الله ما يكونش خارج الرحم أقل من 66% أو ستشنر أو ساب زي ما هو أو بي إل يبقى هنا فيه مشكلة طب نفسرها أكتر يعني أنا لو عملت ألترا ساوند ما لقيتش ستشنر ساك أو كيس الحامل جوه رحم والهرمون ما زادش بالطريق اللي أنا عايزها بس بشرط إن أنا ما شوفش كيس الحامل جوه رحم أفكر أعطف الحامل الخارج الرحم الحامل الخارج الرحم بيبقى غالبا 90% في قناة فالوب نتيجة للتهابات أو صفة تشريحية مش مزبوطة هنا في الفيديو بيبين يعني جدا إزاي بيحصل الحامل المنو بيجرع عش يلقح البوايدة في قناة فالوب والمفروض بعد كده إنه هو بعد ما يلقح البوايدة يرجع بيها تاني مسافة لمدة 5 تيام عشان يخش نغمس في تجويفها الرحم قناة فالوب هي المكان الرئيسي للحامل الخارج الرحم وبالتالي بيقدر أعرف بالسنار سنار الأبعاد أو سلاسة الأبعاد أو بالدوبلا الحامل الخارج الرحم فين بالزبط وقدر تعمل معه بسرعة جدا أحيانا من غير من أسهر على قناة فالوب وأحيانا بيستقصد قناة فالوب على حسب هي في نزيف داخلي العيانة يعني 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 التحليل بتاعيتها كويسة المجلوبينها كويسة ما أنا زيفيتش كتير هقدر أتعامل مع قناة فالوب وأخش بالمنظار وأشير الحامل الخارج الرحم وحافظ على قناة فالوب تعينا مش مزبوطة أو دخلة في شوك أو دخلة في صدمة أو غيبوبة لازم أخش بسرعة وأقفل قناة فالوب وأقفل الشريران اللي بيرازيها وممكن أستعاصلها وأعتمد على قناة تانية يا جماعة يا حامل الخارج الرحم ده يعني أنت عندك بويضة وحيوان المنوي عريس وعروس المفروض هيعملوا فرح في قاعة فرح لازم يعودوا في كوشة اللي هي الرحم اللي هي الرحم يدخلوا يعودوا في قاعة الفرح جوا لو أنت جيت لقيت عريس وعروسة بأخوهم خفيف شوية قاعدين في الجراج العربيات قاعدين بر عمليل حفلة بتاعتهم قاعدين في المدخل بتاع الفندو قاعدين طب يا جماعة تخلوا تعودوا في القاعة والناس طب ما أنت كده ما أنت باغذ الفرح باغذ الفرح باغذ الفرح بالضبط تشبيه دقيق جدا كمان الحمل الخارج الرحم مش في قرانفالوب بس ممكن يحصل في الميبي باش ما يقعدوا بقى في الممر باشي ما يقعدوا بقى في الممر باشي ما يقعدوا في الممر في التجويف في المدخل العمارة بقى ها عضف أي حتة هم مش عايزين يروح وعضوا في القاعة في مشكلة مع الأم بس هو لازم يكون الدكتور ميندد بالحمل الخارج الرحم عشان يشخصه اه نازم يكون هو بيكشف على حالة أول مرة ويعرف إن هيبص على إيه بالزبط ويستبعد إيه بالزبط دي حاجة مهمة جدا حالة اللي جاية بقى حالة مؤقتة شوية بتقولك أنا عمري 30 سنة متزوجة من 5 سنوات حملت مرتين قبل كده وعلى شهر ونص يوقف النبط ويحصل إيه حد هو سبب إيه وزاية جنب ده طبعا مش إزاية جنب ده ده رعب يا ده سرومبوفيلية 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 إيه بأكس اللي هي بنسمىها في اللغة الطبية العوامل اللي بيزيد تتجلط الدم في الأوعية الدموية أنتفوسفوليبس أنتفوسفوليبس لها دي طبعا عشان إيرليسيبت أسابيع فغالبا هتطلع بوسط في موجب يعني أنتفوسفوليبس هتطلع موجب اللي هي التحليل بتاعة حالة معينة حالة معينة في السيستيميك لوبس يوجد جلطات في مثالين في تحليل صوفيستيكيتد جدا بتشخيص الحالة دي ولما بتتشخص بتتعالج كويس جدا بس العلاج مش ان انا قدي حقا سيولة وخلاص او اسبيرين وخلاص هو لازم حقا سيولة هتتاخد بنوع معين بتركيز معين بمدة معينة فور طول الحملة ويقف قبل الولادة با 24 ساعة وعايزها منطبع دقيقة جدا وبطبعا بيتاخد معها حاجات تانية يعني يعني علاجها مش ادوية السيولة فقط معها كورتوزينيات ومعها انتبيرتكس ومعها مسبتات قوية جدا من انواع معينة ومعها حاجات تزيد تضافق الدم في الراحم ومعها سوال كتير ومعها نيوترشا بطريقة معينة تغذية بطريقة معينة وبتابع كل اسبوعين مش كل شهر زي بقيت حوامل لازم اتبع دقيقة وتحاليل مهمة جدا تحاليل تجلط الدم يعني حاجات كتير جدا وبتمشي كأنها يعني الحامل عالي الخطور لان الحصولات جاد مواريتين دي عندها تروم عندها صدمة خايفة تحمل تحسى كده تاني محتاجها سابورت بقى طبي حاجة يكون فاهم كواس جدا في الادوية وفي جرعاتها وفي تشخيص الحالة بالزبط ويكمل معها ازاي لانه احيانا انت بتعالج الحالة وفاجأة انها اختفت وكانتك باعتها طبع شهر عندها مشكلة تانية من هو من كده اللي جاية دي بقى حاجة مهمة قوي بتقول هي متزوجة من سلاتين ما حصلش حمل روحة دكاترة كتير قالوا مفيش فاق مفيش مشكلة تمنع الحمل الدور الشرية المنتظمة الاوضاع الطبيعية الحل ايه هل ممكن اخد هقن تطشيط للتبويض لحدوث الحمل ولا لأ ومش جايبة سيرت سنها نقضي السن هنا عامل فيصالي في الموضوع اه للأسف اه ليه بقى عامل فيصالي لان هو السن اه يعني يعني اذا احبت تعلم جيدة انه كل مكان السن صغية كل مكان الحمل الطبيعي كمان بقى احسن نسبة الحمل الطبيعي واحدة عندها عشرين وخمسة وعشرين سنة ستين الى سبعين في المية اه في الحقن المجال اه اسف مش الحمل الطبيعي من 25 الى 30 بينزل الى 40 الى 50 في المية فوق ال 35 الى حد 40 سنة بينزل الى 20 الى 25 في المية فوق الى 40 سنة بقى 15 في المية فالسن دا عامل فيصالي في الموضوع فايزا هي ازا هي ما قالتش السنة مش عائل لازم نعرف سنها ايه كمان المنشطات لها طريقة في النهاية تدقها ازاي يعني كل واحدة ينفع معها ارس او ينفع معها حقن او ارس وحقن او ما ينفعش معها خالص بس بقى ناتش سايكل بس فلازم نعرف مخزون التابود عندها ايه تحليل هرموناتها عاملة ازاي اه انا بيبها سالكة ولا مستالكة فيها لتسقرطة المفهيش بتانت راح معندها كويسة ولا لأ يعني كل دا مهم فلازم تقييم دقيق للحالة من حيث حاجة دا الحالة ما نرى بتعجزها قدرته على التخصيب كويس ولا لأ كل دا اللا هو قدرنا نعرفه نقدر نشخص نقدر ندي العلاج المزبوط الحالة اللي جاية بتقول انا عندي 38 سنة متجوزة من 10 سنين لم يحدث حمل وعمل التحقن مجالي قبل كده مرتين وفشل ايه هي طرق العلاج وممكن ألجأ ليها عشان عايزة يحصل حمل تحديدا السن فات كتير وال38 احنا بقنا ريسك هنا السن برضو 38 دا بوردر لاين ولا نقدر نقول ان هو عالي قوي ولا قليل بس The end of the day هي عامت مرتين وما نجحش هل نوعية الأجنة كانت جيدة يعني نقلت أجنة درجة اولى في المرتين وده مهم جدا لان هي لو الأجنة جيدة يبقى المشكلة في التنطة رحم لازم تبحث كويس جدا قبل ما تعمل حق المجاهية تاني على التنطة رحم تتطمن شكلها تشريحيا كويس ولا لأ وفيسيولوجيا الوظيفة بتاعتها على استقبال الأجنة وانرماس الأجنة كويس ولا لأ وده بنقدر نعرفها بحاجات كتير قوي بالسونار والسونار والأبعاد والسونار والأبعاد والسونار والأبعاد وبالمنزار الرحم واخذ عينة من الرحم في وقت معاينة قدر نعرف أثناء المنزار ولازم تتطمن كمان أنه يعني البرتوكول بتاعها كان مزبوط ولا لأ ولازم تتحضر كويس جدا قبل ما تقدم على الخضوة لأنها عملت تالت مرة يعني هتبقى مهمة قوي قوي أنها تنجح يعني لازم تكون هي عرفت السبب فين طبعا لو ما عرفتش السبب وعمت التقنيات الحديثة وأنا رأيي تتركز التقنيات كلها في بطنطة رحم لو قدرنا نعرف اندوميتر سبتفتة إيه لو إيه إيه كلمنا عليه لو تفتك الحاجة زمان نقدر نفحص الجينات بتاعة بطنطة رحم لهم حوالي استقبالية الجينات بطنطة رحم للجنين إمتى بالزبط اليوم التاني ولا اليوم التالت ولا اليوم الخامس ودلوقتي بنعمل حاجة جديدة في نقل الأجلنا نرجع الأجلنا مرتين اللي هو في اليوم التالت واليوم الخامس ده أحسن حاجة بيوزيد جدا يعني إحنا عملنا دراسة على الموضوع ده عندنا حوالي من 17 حالات كلهم حاملوا معادة حالة واحدة وكلهم بيفيس فيلي قبل كده السبع مرات واللي 17 مرات واللي 11 مرات واللي 10 مرات كلهم استفادوا من الحكاية دي فبس بشرط إنه يكون الأجلنا في المحاولات السابقة الدرجة أولى أجلنا زاد جودة عالية جدا يبقى لازم نركز في الضلع التالت من الهارم هو بترنت الرحم وده موضوع مهم جدا 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 ومش أي حد يفهم فيه كويس يعني لازم حد يكون دايس السبتيفتي بتاعة بترنت الرحم استقبالية استقبالية بتاعة بترنت الرحم للأجنة وفي كذا اختبار وكذا تحليل وكذا فحوصات تتعمل لهذا الموضوع حتى لو أجلت إرجاع الأجنة يعني لو أنت مش متأكد جامل الأجنة كلها لحد ما تلقى متأكد أن تنت الرحم تريبلية شكلها التشريح كويس جدا السمك كويس جدا الوظيفة الفيسيولوجية بتاعتها للأجنة كويسة الحالة الجاية دي حالة مهمة برضو ودي حالة بقى الكلاسيكية بتاعة المشاكل المجهاري طبعا بتقول إنها بتبحث عن الأمان في الفترة الجاية عشان تعمل الحق المجهاري وينجح لازم فيه ارتباط وثيق ما بين انسداد النبيب وفشل الحق المجهاري انسداد النبيب ده أولا الشعب السابقة إحنا ما شفناش عشان نقول فيها انتفاخ والاتشاح وده لأ لأن لو فيها انتفاخ والاتشاح بقى ده بيفسل ليه الحق المجهاري ما نجحش على أساس السائل اللي جوه لقناة فالوب اللي هو نفخها ده أو بخلاها منتفخة بيسقط جوه على الأجنة فبيفشل الحق المجهاري فاحنا مش عارفين أنا بدي مزدودة بس لكن ما هيش منتفخة ولا هي منتفخة لو هي منتفخة يبقى اللي يجب على طول تلجأ الجراحة بالمنظر لغلق قناوات فالوب لو كانت اللي اتنين أو لو واحدة بس بتقفلها أو بتفصلها وتبعد الطرفين عن بعض دي مهمة جدا وبعد كده بتستبدل الأسباب الأخرى اللي بتؤدي لفشل الحق المجهاري اللي احنا اتكلمنا عليها كتير خاصة بالبواردة أو بالجانب أو بالحق المنوي أو بالطنطرح وبعد كده بتسيب بقى الأمور لاستشاري يكون متخصص ومتمكن من مهنته ويكون فصل قناوات فالوب لو فيها الانتشاح عشان يضيع السبب بتاع فشل الحق المجهاري الجزء الآخر بقى تسيبه لربنا صحنا وتعالي بس طبعا حكاية فصل الأنبيب برضو هل ما زالت الثقافة جاية تحمل؟ تقولها هفصل لك الأنبيب تصدق وتآمن ولا برضو بيعودوا يجدلوا؟ هم بيعودوا يجدلوا بس ما فيش حل تاني ده هيدي جايد لان برضو دية التوجهات مع الجامعة الأوروبية الخصوبة العقم إنه لازم فصل ممكن نفصلها على فكرة ومنشلهاش نبدو عن بعض بس وفيه جراحات بعد كلا وحبت في يوم الأيام ترجعتها ممكن ترجع عادي بالمنظر برضو يعني بنعملها وفيه ساعات بنقفلها ونفتحها ونسيبها مكانها ما نفصلهاش بس الأحسن فصلها وبعد الطرفين عن بعض من المنزل بلا شك إنه كل حالة بتبقى وراها زي ما بقولوا أسبكت ومشكلة والحال المكاري عملية هندسية وتعامل مع تقنية آه فيها كثير جدا من الزكاة فيها كثير جدا من إشغال العقم فيه تلت يعني أخبار على الديلميل البريطانية أصاروا انتباهي جدا ثلاث أخبار دولا أنا هقولهم وأخذ رأي حضرتك فيهم برضو لأنه فيه واحد منهم محتاج أن احنا نركز فيه أول خبر إنه السيدات المصعبات ببيطنط رحمة المهاجرة عرضة للإجهات أكثر من غيرهن للإجهات أكثر من غيرهن دي البريطانية عملت دراسة على عدد كبير جدا طبعا اتعاملت الدراسة دي في اسكتلندا في أباردن في الجامعات في جامعة أباردن وقالت إنه مرضى بطنط رحمة المهاجرة أكثر وقالوا إنه لازم نهتم بهم بشكل كبير الخبر التاني برضو لديلميل قالت إنه إفراد في عمل السونار قد يضر بصحة الجنين الإفراد في عمل السونار وديلميل قالت إن الأرشادات الأمريكية والبريطانية تنصح بأن يتم إجراء الفحص بالأشعة بدءا من الأسبوع الـ 12 حتى الأسبوع العشرين لمراقبة نمو وقالت إن في دراسة قالت إن تلت الأمهات بيدفعنا من أجل إجراء فحصات زائدة بالأشعة للجنين وهذا غير المنظمة يعني بيكملوا الفحصات أكتر من كده الدراسة الثالثة حتى داي اللي بيشربه قهوة محبات القهوة ديلميل قالت إنه شرب القهوة خلال الحمل بيعرض الطفل المولود للستة المدمنة على شرب القهوة ونقصد بكده اللي بيشربه أكتر من فنجانين مش فنجانين أكتر منه دي مدمنة الطفل بتاعهم معارض للإصابة باللوكيميا اللوكيميا ده أصبطان الدم فأثناء الحمل ما تشربيش قهوة أكتر من فنجانين الثلاث قرصات دول في يوم اتنين يخصوا العالم النساء بشكل مباشر اللي هو بطانت الرحم المهاجرة والصنار بطانت الرحم المهاجرة أكيد بتأثر على حاجتين على مجاح الحق المجهي ما حصلش حمل أصلا وعلى حدوث الإجهاض طبعا ده خبر صح 100% ويجب التعامل وعشان كده بقول التحضير الجليل لازم ما نبقى عايف بطانت الرحم المهاجرة ولا لأ صار كان درجة أولى ولا تانية ولا تالتة ولا عبا وأتعامل معها قبل مبدأ السايكل قبل مبدأ العلاج وقبل مختار البرتوكول هتعامل معها بقى أنها هديها علاج معين قبل حق المجهي بثلاث شهور أو أديها حقا معينة قبل حق المجهي بثلاث شهور أو أنها هعملها عملية واشيلاها كياس شوكليت سيست أو كياس دموية من المبايد قبل حق المجهي مباشرة وأبدأ بعدها مباشرة السايكل بعدها حق المجهي لما بنعمل كده هوت بنقصر تأثير إيجابي على نسبة النجاح الحالي المجاهي وتأثير إيجابي على استمرار الحمل بشكل طبيعي فبالتالي بنقلل الإجهاض وبنقلل عدم حدوث يعني نسبة عدم حدوث الحمل يعني بنزود نسبة حدوث الحمل وبنزود فرصة النبي بيكمل كويس السنار هل فعلا تكرره؟ والله أنا موضوع السنار ده احنا بنعمل السنار تقريبا في الحمل كله كل شهر مرة السنار وبنعمل مرتين 3D أو 4D في 12 أسبوع زي ما جايد لاينز قالت وعند من 18 إلى 224 أسبوع فهو أنا شايف ده مع عمرناش شفنا مشكلة من هذا الموضوع بره علشان مش كل العيادات فيها 4D أو 3D بيعملوا فعلا السنار عند 12 أسبوع وبيكملوا بعد كده 2nd trimester 3rd trimester فعلا ما بيفلطوش بس احنا ما شفناش مشاكل من هذا الكلام الملحوظة الوحيدة ودي أنا لحظتها شخصيا إن الدبلة لما بيجي تحط وانت بتاعمل السنار بتلاقي البيبي بقى أكتف جدا في الحركة الدبلة مش السنار العادي فده معناه وإحنا بنعملش دبلة في الحمل إلا مرة واحدة دهو في التاسع عشان نتطمن إنه الدم واصل للجنين كويس سواء كان في الميدل سريبري أو في المخ أو في الحبل السوري عشان تتطمن إن الساة تستنى الزيارة الجاية وهي بأمان يعني فده ما فوش مشكلة أسعد تاني ونور تاني وطبعا تحياتي أنا دائما بسعد بوجود معاك أنت هنا بتنورنا في القاهرة وفي اسكندرية طبعا أكيد بنسعد جدا بأن احنا يعني نواجه لك الدعوة كواحد من رموز هذا العالم طب العالم الإخصاب المساعد وعلاج الإنجاب علاج الآخر الإنجاب في اسكندرية والقاهرة طبعا بأخذ الحقيق يعني ما شاء الله نشاط جيد جدا جدا ويبقى تأخر الإنجاب ويبقى هذه المشاكل زي ما نقولنا مشاكل حيوية مهمة جدا بتحتاج إلى الكثير من التطقيق طي في العزيز لصوص الدكتور عدى أبو الحسن واستشاري الحق المجاري وأطفال نبيب وصاحب دكتور أمراض النساء والتوليد والواقم عند الزوجين وزميل جامعة كيل المناظير والجرحات الميكروسكوبية بألماني وعضو الجامعية الأمريكية للخصوبة والعقم كان في الدكتور خليكم دايما مع الدكتور